موسيقى مشاهدين اليوم في فقرة الصحة اخترنا لكم موضوع كتير مهم لهو عن الحجامة موسيقى ضيف صباح الورد اليوم هو دكتور عبد الناصر التوحيد اخصائل العلوم الطبية صباح الورد دكتور صباح الورد الفول طبعا شفنا التقيير هلأ وكان موضوع الحجامة هو محور فقرة الصحة الحجامة هاي نتكلم اليوم بس يعني باختصار انه ما هو الجديد في عالم الحجامة والله حاليا الجديد في عالم الحجامة يعني حاجة تعتبر جميلة جدا وان شاء الله تكون هي الباب الفتح البداية الاعتراف في ان شاء الله الحجامة وتدرسها في كليات الطب المستقبلا باذن الله اللي هو ربط اجهزة احدث اجهزة قاس الطاقة اللي هو جهاز الاكيوغراف بيشغله مع الحجام كان الاول مثلا الابر الصينية مثلا اول ما طلعت كان مش معروف لها هوية اتحاربت فترة لم يعترف بها لم تدرس في كليات الطب في الدول العربية فترات كبيرة بسبب عدم الاقتناع لما بدأت تطلع اجهزة فحص الطاقة وطاقة اعضاء الجسم وتعرف انه لا تأثير جيد جدا في تنظيم تنشيط الطاقة وتصبيط الطاقة بتاع الجسم بدأ الاعتراف بها بدأت تدرس فلما عملنا ربط بين الحجامة وعملنا حجامة على نقاط الابر الصينية او نقاط تشبه نقاط الابر الصينية ادتنا نتاج مزهلة فكان الكلام الاول بيتقال انه هو يعني ايه يعني رفلي كده بدون بدون دراسات لما ربطنا جهاز الاكيوغراف وبدأنا نعمل فحص للمريض او الرغب في الحجامة قبل الحجامة بيقدر يعرفنا مثلا بيقدر يعرفنا مثلا بنشوف الاثناشن ميديا بتاع الطاقة بتاع الجسم يعني رأتين غشاء القلب والقلب الأمعاد الدقيقة الطاقة البحر الطاقة أو الطاقة السلسية القولون الطحال الكابد المثال البولية والمرارة المعدة بيقدر يعرفنا اي عضو من الاعضاء دول طاقتهم ارتفعة او منخفضة او سبلة غير متوازنة وبالتالي بيقدر نحدد مواضع اللي احنا بنشتغلها بالحجامة نفس مواضع اللي احنا بنعملها للأكيوغراف الابريصانية بنعمل عليها الحجامة ولما استخدمنا الجهاز عشان نقيسل الطاقة والمرير تحسنة ده فتبايني الحمد لله يعني نقول ان يعني يحتاج المريض ان هو يروح عشرين مرة او ستة عشرين مرة يعمل جلسات أكيوغراف عشان يجيب الفايدة الواحدة اللي بيجيبها جلسة حجامة واحدة فقط يعني وده كان من الحاجة الجميلة جدا اللي هي خلاص بدأ حصل في ربط يعني طلع علم اسمه الاكيوغراف كابين ثرابي او حجامة الاكيوغراف والحمد لله كان يعني خلاصت بحثه وربنا وفقني فيه الحمد لله رب العمين يعني دكتور بتنفع لك كل الامراض يعني ما في مرض شو المرض المعين مثلا اللي مش لازم نستخدم فيه الحجامة والله حضرتك الحجامة عموما نقدر نستخدمها في معظم المشاكل الصحية اللي بيشتك منها الانسان بس هناك محزير يعني يعني مثلا الحجامة المريض السلسيمية مش اي حد يقدر يعمله حجامة مريض برضو الكانسر السرطان مش اي حد يعمله حجامة لان لقى اسلوب معين في عمل الكابين ثرابي او الحجامة لان منطق الخطورة انه ممكن نعمل مثلا حاجة اسمها يتنقي ننشر المرض او الورا معنطرين انوكليشن يعني في خلايا سرطانية نزرعها في مكان سليم فليها طريقة معينة في شغلها يعني مش اي حد اعتقد نادر جدا اللي يعرفه يعمل حجامة في حالة الكنسر السرطان لوكيميا مثلا يعمل حجامة عادية بس بقى فيها بنضيع احنا في عيدتها ان احنا ممكن نحصل مشكلة زيادة للمريض كذلك الحامل ممكن تعمل حجامة بس في مواضع محزورة مواضع محزورة بعضهم يعني ما حدش يعرفها في الغالب كتير يعني معدودين على مستوى العالم جاهز ممكن يعرفوه لان ما بتتنشرش الا في الاوساط الطبية او كده عشان ما حدش يسيء استعماله تدخال مثلا ممكن في مواضع على الوجه محزورة للحامل او على الادين او على الرجلين وبالتالي بما ان الحجامة محزورة في اماكن زي كده احنا برضو التدليق والمساج ممكن يكون محزور في بعض الاماكن على الاطراف نعم فهي بس نقصة نوع من التواهي انما مجملا الحجامة بتفيد في معظم مشاكل الصحية اللي ممكن الانسان يشتكمل بس دكتور صارنا بنشوف انه هاي الحجامة يعني منتشرة بطرق يعني كتير او في معظم الدول بس شو بتنصح الناس يعني فيه اشخاص مش دارسين عن الحجامة وبيساووا الحجامة يعني نفس ما قلت انت اذا الشخص عنده سرطان ممكن الخلايا السرطانية تصير في الجسم كله يعني ممكن بدل ما يطيب يعني يصير لازم يتعالج اكتر فشو بتنصح الناس عند انهم يعني يروحوا عند ناس متخصصين في الحجامة انه اذا هو بيعرف يساوي الحجامة ما يساويهاش مثلا لا صديقه او لا اخو او لا شو بتنصحهم هو طبعا بنسبة للحجامة الفاميليا اللي بتتعامل في الاسرة المفروض الناس تعملها دراي كابينج دون دم كنوع من المساج الحاجة التانية احنا موضوع حتة المتخصص او المؤهل او كده يعني بقت فيه اي واحد دلوقتي بياخد دورة بيعرف ازاي يشرت بمسي كموس ويشرت بقى بيعمل حجامة وده الاسف وده اللي بيسيء للحجامة او بيساوي اصراته طبعا هوا المفروض الانسان ينطقي مش اي حد ان انا رح حط له جسم يطلع من جسم دم يعني وعلى فكرة دورة واحدة او اتنين او تلاتة او عشرة لا تكفي يعني لان الحجامة اللي هي اصرار يعني انا ربما اجاز اتحدى كتير ما معرفهاش يعني في منتال الصعوبة يعني فيها حياة كبيرة جدا لازم تدرسوا لازم نستعرفها يعني انا شفتك ناس كتير بيتكلم مثلا حجامة حجامة الكنسر بيتكلم عن طب ازاي انت تعرف تعمل حجامة الحجامة الكنسر معرفش يعني 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 هو يعملها بالطريقة العادية انها حجامة الكنسر لها طريقة مختلفة تماما عشان امتأكد 100% انها سيف على على البيتشان ايه في مجملها طبعا الانسان بيشوف يعني زي كان طبعا دكتور في الغالب ان شاء الله يعني الدكتورة ما ياخد دورة احسن ما يكون مثلا انسان عادي بياخد دورة او دكتورة ما ياخد مثلا ماجستير او دكتورة او كده بداية الاعتراف بالحجامة ان شاء الله ان شاء الله قريب بإذن الله يعني ما تبدأ تدرس وكل طبيب يعرف جزء عن كابينج ثرابي في تخاص مثلا في كلات العلاج الطبيعي في كلات الطب وكده هتبدأ تنتشر لان هي جاية ان شاء الله يعني وبداية بدأ موجود عندنا جزء الفحص اللي بتثبت تقطع الشك بالاقين الحجامة بتفيد فعلا ما في المين الدكتور عبدالناصر يعني ورد في التقرير انه افضل وقت للحجامة او الاحتجام فصل الربيع فيعني شو ارتباط هذا الفصل بالحجامة والله هو لها علاقة او طبعا اولا المريض يحتاجهم في اي وقت يعني النبي صلى الله عليه وسلم سقط من على فرص فاصيبه بوثأ التوقف القدم فاحتجم واحتاجم صلى الله عليه وسلم قبل الحج وقبل العمر وقبل كل غزوة والحج واقفة عرفة يوم تسعة اذا احنا يعني المريض يحتاجهم في وقت لا يسعى المريض حراج بالنسبة للربيع لان هو الشهر بيكون في تبايغ الدم بيكون في المد بيكون في زيادة هو الشهر رغم انه اجمل شهر في الزغور وكده والورد وكده انه بيكون اكتر شهر في المشاكل وفي المعدل الجريمة ومعدل الاختصاب وصعر مستوى العالم على فكرة اللي يصل لان بتهيج السوائل في الجسم ففي الوقت ده يسنى للصحيح انه يعمل حجامة هو افضل شهر في افضل ثلاث شهور اللي هما الفصل الربيع عشان الفكرة اللي هو العلاقة بمد القمر والسوائل في الجسم وكده ده باختصار بالنسبة للتوقيت انها متينفع في الصيف في الشتاء في الحر في المريض المشتعبان يعني احسن واللمشتعبان برضو ممكن يعملها في اي وقت في ناس متعودة بتعمل كل شهرين كل ثلاث شهور عشان شو فوائدها يعني دكتور بالنسبة مثلا انا قلت في ناس بتعملها كل شهرين شو هالفوائد والله يعني هو حضركم عمر الخليل خليت الدم عمرها مئة يوم مئة يوم والطبيع الطبيعة الله سبحانه وتعالى خلاقها هي بتعجز وتشيخ وتبدأ تموت الخليل بتموت بعدها الجسم بقدر ان هو يتخلص منه عن طرق اجهزة المناعة المختلفة واجهزة الاخراج بتخلص من الصموم الكبد والجلد الاخره والجزء الاخر بيتراكم في الجسم مع التقدم في السن فاحنا بالتالي اما بيعمل حجامة كل مثلا كل ثلاث شهور فبالتالي هو بينظف جسمه الخليل بتشيخ او تهرم ده شكلها بتغير حجمها بيصغر وبتبقى ضعيفة وكده فدي بتخرج مع افرازات الحجامة مع دم الحجامة فما بيعمل حجامة كل ثلاث شهور مثلا او كل شهرين ما بيديش فرصة لتجمع الخليل هارم او المصابة بالشيخوخ فبالتالي بتظل خليل الدم عنده شابة يعني في عمره تجدد فبالتالي بتقفل تأثير القوى جدا للحجامة على تنشيط جهاز المناعة يعني ربما تنشيط جهاز المناعة بمعدل ستة اضعاف الحالة والتسعين في المئة من الامراض اللي علاقة بين المناعة بتاع الجسم والمناعة الديفنس اللي قوة الدفاع اللي بتدفع عن الميكروبات الفيروسز المشاكل اللي بتيجي لو انسان مناعته جيدة يبقى قليل قليل مرض لو انسان مناعته وفيها مشكلة يبقى يبدأ يظهر عليه الاعراض الامراض فبالتالي ده ابسط حاجتين بالاضافة ان هي بتنشيط الطاقة دايما هي بتعمل توازن في الطاقة بتاع الجسم كما اثبت طبعا وجهاز الاكيوغراف يعني بما لا يدعى مجال للشاكل طاقة العداء متازنة العضو اللي لازي طاقته تكون طبعية عضو معناه الفيسيولوجي بتاعه او مفيش في بصوليجي مفيش في مشكلة مرضية يعني ده باختصار بنسبة لموضوع ده يعني هو ده انتي بنفكري تعمل حجامي او عملت حجامي قبل هلا؟ ابدا والله يفكري مش هتندامي لا عندي انام في الظهر يعني دائما بس خفت انا لما شفت الفيديو شفت التقرير البارح ما وبيفضل العلامات على طول في الجسم العلامات بتاخد وقت بتروح والطريقة اللي احنا مشارط بها طريقة حتى الجرح ما يسيبش عثر وفي معلومة مهمة جدا بقولها لكل الناس اللي بيعملوا حجامة جرح الحجامة لو سابس كار ندبة عثر يبقى الجرح غلط دخل ازيد من اللازم يبقى احنا عدينا طبقة الايبي ديرمز اللي هي طبقة اللي بتعمل اسكار او علامة انما احنا لو عمنا جرح الحجامة صح وخداش نطلق السطحية من الجد فقط اللي هو اللي بسيليا اللير of the skin في الحالة دي احنا مش عمرها ما تسيب قص عمرها ما تسيب اسكار انما الكادمة اللي هي مكان الكاسة المدورة دي كايموس اسكادمة عادية بتاخد عمرها في منها اللي بتبقى لونها بينك في منها اللي دارك براوند متوصل احنا بلاك سودة خالص وبتاخد وقته بتروح كادمة كان واحد بس كادمة طبية يعني طيب كؤوس عفوا عفوا هودا عندي سؤال خطر في باري الحين انو كؤوس الحجامة هاي يعني هي مصنوعة من البلاستيك ولا من الزجاج وهل يعني بتتغير لازم تتغير اه هي في منها مصنوعة من الزجاج اللي هو بيتعمل بيت تراديشنال كابينج حجامة الشعبية اللي كان بيستخدم زمان بالنار بس انا ولا انصح بها دلوقات خلاص يعني في دلوقات بكاسات اللي بتتعمل من مادة بلاستيكية معقمة استعمال مرة واحدة زيها زي سرينجة اللي بتستخدم بس طبعا هنا بتستعمل مرة واحدة وبتروح لأهل الاختصاص يتخلصوا منها على عملية التدوير لهم الخاص بنفاة الطبية انما في بعض الناس يعمل حجامة وبيديها للبشانت او المحتاجم معاه عشان يجي المرة الجاي يعمل بيها طبعا ده بمنطقة الخطورة وده بيحصل في معظم الناس اللي بيعملوا حجامة مينخل الى عدوى الامراض ممكن تني العدوى للشخص والشخص ممكن طبعا ما فيش وعي طب ممكن يعمل بها القريبو او كده عشان مثلا يوفر درامين او شي ازا كده انما مش شاء وبالنسبة هي متوجعش احنا بتعمل على مرحلتين مرحلة مرحلة دراي كامنج او الحجامة الجافة الاولى ده هي بتعمل على عملية بيتخدر الجلد فما يجي حركة ما يجي يحصل التشريت ما بحسيش باي حاجة خالص يعني يعني بتخدر نفسها بنفسها مش مؤلمة ولا اي حاجة جدا يعني فقفتنا اليوم دكتور كنت حابة اسألك كمان يعني عن الرجال والنساء الكبار في العمر واللي بيعانوا من الام الروماتيزم اللي بيعانوا من الام الضغط اللي بيعانوا من الام يعني الشقيقة اللي بتكون يعني دائما معهم هل يعني بتنفعهم والله مبدئيا بالنسبة للعمر الحجامة يعني والاطفال الصغار يعني مثلا اذا فيه بيبي يعني تعبان يعني مريض فهل بتنفعوا الحجامة ان شاء الله وما بدئيا بالنسبة للعمر او لسن الشخص المحتاجم بالنسبة للحجامة الطبية تنفع من سن سنتين لغاية مئة سنة ما لهاش عمر محدد بالنسبة لحالات الضغط وما طويد الام العظام الصداع الشقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشتكى احد الاي قط صداعا في رأسي الا قال له احتاجي طبعا ما يجي لو العلم الحديث بدأ يدخل وشاف فوادي الحجامة وحط قرائط له كل مرض او كل مشكلة بيعاني من هالجسم اصبح الموضوع بقى يعني بقى منتاز سهولة وبيجي ناس مثلا بيعاني من شقيقة من خمسين وعشرين وعشرين سنة وجلستين ثلاثة حجامة بيخلوه انساء خلص برأي طبعا الحجامة رقم واحد على فكرة فايدتها الام العظام معظم تسعين في المئة من الام العظام الا التمزقات في الاوتار وده من الحاجات الممنوع الانسان يعمل على مكان فيه تمزق في الوتر تن دون دير ويعمل فوقه حجام او تمزق في العضلة مثلا ويعمل عليها وده برضو بيمشي مع التراديشن القابل الحجامة الشعبية بيروح مثلا واحد يحس يقول مثلا انا عندي الام في المنطقة معينا وهو يكون عنده تمزق فيروح الحجام يعمله على نفس المكان فالحالة تزداد سوء برضو فيه ممنوع ممكن ممنوع عمل الحجام على المكان مباشرة اللي فيه الديسك او فيه الغضروف فيه طريقة معينا جنب الاماكن عشان نعمل ضغط سلبي حولين الفقرات انه ممكن لو تحطت الكاس على مكان الغضروف نفسه ممكن تسحبه اكتر او تخربه اكتر فهي بقاله اصول فيد في الضغط في السكري حاجة كتير والليها فوائد عظيمة جدا جدا لمريد السكري طبعا مع المحاذير معينا لاحتياطات معينا لازم ان يتدرس وتعرف بالزبط وزي ما يقدرش ينقل عدوى او يضر مريد السكري او يسعبب له مشكلة انها تفيد في تنشيط الكابد تنشيط البنكرياس وبالتالي الكابد والبنكرياس هم هم العضوين الاساسيين في حلق السكر او في تنظيم عملية الاختزان او حيحرك السكر في الجذب فبالتالي اما بالنشيط الكابد بياخد نسبة من السكر يخزينها جليكو جين يبدأ يقلل على البنكرياس يبدأ يفرز الانسولين يقلل نسبة السكر الكلام ده في المرضى اللي عندهم طيب 2 دايبيتس دولت يعني نسبة شفاء عندهم تبقى على جدا لو تابع على الحجامة النظام الجزائي طيب 1 بيعيش مع السكر كأنه مفيش حاجة بحافظ على الكالية والعين والرقلة يعني اللي فو يتعنظم ان شاء الله دكتور عبد الناصر شكرا لك افتنا حقيقة في فقرة الصحة والبرنامج الصباحي شاكرين لك تواجدك معنا شكرا لك شكرا لك شاهدنا الكرام بعد فقرة الصحة نشكر الدكتور على هذه النصائح الرائعة على الحجامة بعد هذا الفاصل القصير نعود لمشاهدة فقرة جمالك بقمان